من الفن على أنواعه مع ضيفنا السابق من روح لفن من نوع آخر فن القراءة لأن اليوم بتصور مع تطور التكنولوجيا ما بارف قدي لبنان يقرأ لبنان يتصفح السوشيال ميديا يتابع أخبار التيك توك والفضايح اللي عم بتصير يتابع الإنستجرام ليشوفش فيه يعني كمان إشياء جديدة من خلال الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي هلأ بدنا نرجع نحن لصل بالموضوع مع ضيفتنا إليز بشعلاني مديرة النشر بدار النهار صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أطلقت حملة رح بتكون على انتداد مساحة الوطن بمختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان لبنان يقرأ خبرينا أول شي كيف خلقيت هذه الفكرة وبالتالي كيف اشتغلت علي تكونوا موجودين على مساحة الوطن وبالتالي ليش لبنان يقرأ أول شي بحب أقول أنه سيد أو سعادة القاضي زياد شبيب يلي هو كان محافظ بيروت هو يلي أطلق الفكرة وهو حرصا منه بنشر المعرفة والثقافة بكل المناطق وخصوصا الكتاب هذي لبنان يقرأ هي ضمن مشروع لمركزية سعفية نحن بدنا نروح على المناطق يلي هي ما بنا نقول محرومة ما بنا نقول على المناطق الريفية البعيدة ما في تصليل ضوء علي خصوصا أن البنية التحتية السعفية هي موجودة ببيروت وضواحية وشوي من جبل لبنان بقى مشان هيك قررنا نحن نروح لعند اللبنانية ونكون عندهم ونسلط الضوء ونعطيهم الكتاب لأنهم نلاقي أن أولاد الدجاع والليدر الريف هن يلي بهمهم يقرأ يلي بعيشوا بهالهدوء وبعيد عن المدينة وعن العجق والعجق أو هيك اللي بحبوا يقرأ ويلي بهمهم الكتاب والكتاب مع بيوصل لهم بقى مشان هيك قلنا بلشنا من المبادرة انطلقت الحملة إليز انطلقت الحملة وبحب أقول أنه معنا شريك لقينا شريك الأباضاي يلي هو السالون السعافي بعكار وهذا الشريك نحن عم نشتغل ليلة نهار نحن ويجي لأنجاح على المبادرة رح تنطلقوا من عكار فإذا مضبوط بعدين فيه تواصل مع بلديات بمناطق أخرى أو مع جمعيات أو مؤسسات اهتم بهذا الشأن أكيد فيه تواصل مع كل المنطقة نحن رح نكون بالإقبيات معمل الحرير بالإقبيات من 29 أيار ل2 حزيرة نعم عم نشوف الإعلان عن هيدا النشاط لبنان يقرأ الكتب كيف رح بيتم يعني إصالة لهالمراكز أو المواقع اللي عم تعملوا اتصالات مع أصحاب الشأن فيها منوعة كتب ثقافية كتب بتحكي جيل جديد جيل الأقدم التاريخ يعني لأن في عنا شوية هيك حساسية بمواضيع كتب معينة حقيقة نحن كل كتبنا أكيد رح نوديها في حساسية أو ما في حساسية أكيد كتب دار النهار فلسفة ودين وعنا شعر أكيد عنا رويات عنا 25 دار نشر طالع معنا على الإقبيات وكلهم كتير محمسين يكونوا في منهم دور للولاد الصغار يعني عنا كمان قسم للولاد وعنا دور نشر رح تكون هي تنتصل مع المكتبات ويجتمعوا مع بعضهم وهيك بنقدر نحط الكتاب بالمكتبات فوق لأن المكتبة ما بطلت تبيع كتب بها الأيام يعني عم نشوفها تبيعة إرتصية بقى مشان هيك نحن همنا الأول والأخير أنه نوصل الكتب على عكار وعلى كل منطق بلبنان للثقافة توسع وحتى مسئولية يعني نحن علينا مسئولية أنه نردم الهوات السقفية بهو المناطق طيب إليز بشعلاني كولك مديرة النشر بدار النهار يعني دور النشر هي اللي عم تقدم الكتب مجانا لا تكون موجودة ولا في مكتبات قلتي دي رايحة معكم في دور نشر كمان قلتي حضرتك حوالي 25 دار نشر رح يكون موجود رح يكونوا بقاعة معينة إلى جانب رح توزعونه على المكتبات بقاعة معينة بيتسنى للمواطن يقرأ كتاب داخل قاعة أو ياخد كتاب على البيت يرجع يرده بس ينتهي من قراءته كيف رح بتصير يعني تعميم لبنان يقرأ؟ هلأ مثل حيالة معرض الكتاب رح يكون فيه أكيد فيه طولاته وكراسة يلي بده يشتري يبده يعد يستريح يعني أكيد أنا الشخص بده يعد يقرأ حدي ما رح أقول له لأ ما تقرأ بقول له تفضل يقرأ إذا عجبك الكتاب خده وشي تاني أكيد فيه عندنا جامعات كمان نشتركة عندنا جامعة البالاماند جامعة لبنانية الأنطنية فيه مجموعة جامعات كمان كتير كبيرة فيه وقت محدد لتخلص الحملة ولا انطلقتوا فيها مع الصيف مواكبة لكل المهرجانات الفنية والتراثية رح يكون فيه مهرجان للبناني قرأ أكيد أكيد نحن بلشنا هلأ بيعكار ورح نطلق على البرح على غير مناطق بس أكيد هلأ بعد يعني بعد يعني بكير لحكي على المعين بانطلقتها طيب الستوب اللي بيصير فيها هيدا المعرض المتنقل كم يوم بيبقى يعني قد تبقوا بيعكار يومين ثلاثة المعرض أكتر نحن المعرض خمسة أيام خمسة أيام ببلش من ساعة عشرة لساعة تسعة ونحن كمان عمد نزوم العالم من بيروت إنه كمان هيدا عكار الساكين في بيروت يطلعوا كمان يشجعوا وهيدا بيروت يطلعوا يتفرجوا على عكار يتفرجوا على الإبيات يعني يتفرجوا ويطلعوا على معرض الكتاب كمان عظيم دايما هيك رح تحتمدوا خمسة أيام بكل منطقة بتروحوا عليها ولا حسب بالله لا بعد مش معروف يعني بعد ما ما قررنا حتى لنا بعد هالشي هلأ مبلشين هيدا هاي مت رح تكونوا بالقبيت هاي مت رح تكونوا بالقبيت هي عارفوا الناس عملت دايي وبدأ نقل لهم أكيد رح نكون بتسعة وعشرين أيار المعرض ببلش ساعة يعني أربعة الجاية أربعة الجاية في الافتتاحية ساعة خمسة تقريبا لا قبيل لا مش تقريبا لكن خليك على تقريبا لأن على اللبناني أكيد تقريبا لا إن شاء الله لا إن شاء الله كل شي يمشي مثل ما نحن مخططين نحن عم نشتغل ليلة نهار حتى يكون كل شي على الوقت وكل شي مثل ما بده جمهور وبده نقرأ عظيم عنا بعض شي نقدر نضيفه عن هيد الحمد اللي تشكروا عليها بس اليوم يعني أنتوا أخدين نوع من التحدي كأنكم عم تغردوا خارج السرب المتعارف عليه بلشنا أشوف من هلأ لحفلات فنية بتموز وبقاب يعني الأسعار توصل بتتخطى الخمسمائة دولار للتيكت وعلى الواقف يعني ما فيه أنه قاعدة ودرينك وفنانين لبنانيين وعرب وجيين من خارج لبنان وعن بيكون الأعلان عن حفلة وحدة على الأقبال الكبير عم بيمددوا حفلة تانية أنتوا شو جهين تعملوا؟ بالصيفية ناجل ما تطلع تصيف أكان على البحر أو بالجبل أو هايكينج أو رسروح سافر جايبين لهم هيدا الكتاب تيقروا؟ أكيد لأنه بالصيف أحلى شيء لقرية بالصيف فيه هدوء فيه مناطق جبلية حلوة واحد بحبل عديقرافية بعدين فيه أكيد ما فيه بيات توريزم يعني من بيقدروا يطلعوا يبرموا فوق وياخدوا الكتاب ويقعدوا بهالمنظر بهالمناظر الحلوة يقروا ويعملوا لكل الأكتيفيتات اللي بدون إياها عدا هيك نحنا ماش متل هوليك المهرجانات نحنا مرخصين سعر الكتب عاملين تخفيضات لكل العالم خصوصي بهالوضع الاقتصادي الصعب عاملين تخفيضات كتير كبيرة ونحنا وزيت دور النشر على زيت الموجة حلو كتير أنا من خلالك إليز بشعلاني بدي أحيي كل القيمين على هيدا المشروع وطالما قتيت على سيرة الإقضايات بدي أبعد تحية لزميلتي وصديقتي وحبيبة قلبي لوران أداح بنت هيد المنطقة إن شاء الله تكون عم تحضرنا دايما لوران هي سفيرة لضيعتها بتصير تخبر وإما كان بعمل الإزاعي أو على السوشيال ميديا أنه قدالقبيات حلوة قدالقكار بشكل عام هي حلوة مثل كل مناطق البناء بس بدنا مين يعطيها حقها بالإعلام حتى نكتشفها من خلالكم أنتوا عم تعملوا عصفرين بحجر بتعرفونا على المناطق نركض ورا الكتاب وناخد الكتب اللي بدنا إياها بركي هيك كمان يعني كلمة زيتة السقافة كلمة منتطور بحضرتنا وبحب أضيف أنه في مفاجأة جاي الدكتور كمال ديب من كندا خصوصي لمعرض عكار بطلت مفاجأة أولوك يا إليز لا هذه مفاجأة المعرض هذه حطيناها على البروغرام أنه دكتور كمال ديب رح يكون فوق كل أيام كل الجمعة اللي نحن رح نعرض فيها أفضل دكتور كمال ديب دكتور كمال ديب من كندا من هو؟ هو دكتور يلي عمل أكتر ما بيعنا بدار النهار يلي عمل عهود رئاسية يلي عمل الفرعون والأسيس إنترا بنك إمبراطورية إنترا الحريري عمل كتير كتب هذا الجسر العطيق هولي الكتب نحن هني مثل كأنه هولي ماستهف يعني لازم يقرون لها دكتور كمال ديب ما بعمله دعاية بس هو رح يكون موجود جاي خصوصي من كندا ورح يمضي لك المحبين موجود معكم مضبوط وعننا كتير رح نحط في معارض في معارض للرسومات رح يكون فيه ناس عم بدأوا أعود فيه أمسيات شعرية آه يعني فيه أجواء مرافعة مش بس أنه نروح ناخد كتاب نشتري نعمل جول ونتعرف على المنطقة لا أكيد وفيه تكريمات وفيه عاملين ندوات لا كل شي يعني مهرجين بكل مال الكلمة من معنى مضبوط شاء الله يا رب لبنان دايما يكون هو مهرجان هالشرق بالحياة اللي بعيشها بالغنى اللي موجود أكان بالطبيعة أو بالأماكن السياحية أو بالهندسة العمرانية أو بالأثرات وكمان رجال الفكر والأدباء والفنانين والشعراء لأن لبنان غنى كتير بهذه المواهب الفنية كلمة أخيرة لقالك إليز باشعلاني لو سمحت شو بتقولي للناس هلأ عم تسألوني عن كاميرتك يحي كاميرتك هون طلعي فيها أنا أكيد أنا بشجع كل الناس يطلعوا على القبيات ويشتروا وياخدوا الكتاب بأحسن الأسعار وينبسطوا بالقبيات عدل معرض الكتاب يعملوا توريسم وياخدوا كل شي حلو إن شاء الله خير موفقين إليز أهلا وسهلا فيك مشاهدينا نحن رح نروح إلى فاصل أعلاني من بعد منتابع نحن وياكم لقاءاتنا مع الكوتش جون خوري وأسئلة بتطرحوا عليه من خلال السوشيال ميديا من جاوب عنا بها الفقرة من برنامج يوم جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر